السلام عليكم عائلة المحترف للرياض وفن القتال ومرحبا بكم في هذا الفيديو لماذا اخترت هذا الفيديو بالضبط؟ هذا النزال كان سنة 2008 وفي هذا التوقيت بالضبط واجه المقاتل المغربي مصعب العمراني المقاتل التايلاندي أنوات كيو سامريت كان هذا النزال تاريخي بالنسبة للمقاتل المغربي وكانت انطلاقة قوية لمسيرته الاحترافية لأنه بالضبط سنة 2008 كان يعتبر هذا المقاتل التايلاندي أسطورة الموايطاي لكن المغربي كما سنشاهد في هذا الفيديو تغلب عليه انتصار مستحق في الحقيقة ولذلك أردت أن أشارك معكم هذا النزال المهم والذي كان يعتبر أو اعتبر كانطلاق للمقاتل المغربي نحو العالمية كايو سامريت مقاتل تايلاندي من مواليد سنة 1981 والملقب بالأيدي الحديدية لأن ضرباته في الحقيقة كانت قوية جدا وهذا ما يقول كل من شاهد كايو سامريت لديه 152 نزال احترافي انتصر فيه 108 منها 61 بالضربة القاضية وأما المقاتل المغربي والبطل المصعب العمراني فهو من مواليد سنة 1987 لعب 76 نزال احترافي انتصر فيه 60 نزال منها 18 بالضربة القاضية وهذا من بين أقوى نزالاته هناك العديد من الفيديوهات والمقاطع للعملاق المغربي مصعب العمراني وبجودة آلية على يوتيوب ونزلت العديد من النزالات لهذا المقاتل ولكن اخترت هذا الفيديو بالضبط لأنه كان نزال تاريخي وأسطوري وذكرى رائعة للعملاق المغربي مصعب العمراني فلذلك اخترته هذا اليوم وأشكركم على حسن المتابعة نلتقي قريبا إن شاء الله في فيديو مقبل والسلام عليكم اشتركوا في القناة